اشتركوا في القناة وقرها الخيل لها عربة الخيل وطبعا فيه فرق بين الطائرة الهليكوبتر والطائرة اللي هي العادية الكبيرة يبقى دي كده الكلمات اللي احنا ضفنوها هنراجع معيها الكلمات الجديدة اللي كانت سمعناها الحصة اللي فاتت دي احنا هنحزفها تمام؟ يبقى الصف ده والصف ده وحنراجع كمان على باغ بقاللي والضمير التالت اللي بيكون جنبه مين؟ باغ بقاللي معنى ايه؟ معنى يذهب بالنسبة بقى للدفاغ اللي هنحلو نبعاته على جروب التليجرام هنا هتعمد إكغي لونو هتكتب اسم الصورة فقط مش جملة أنا شطبت على ده هتكتب هنا دي صورة ايه؟ دي طبعا القطار عشان لو مش واضحة تمام؟ الصورتين دول وهنحل ده كده بقيت وسائل المواصلات يبقى كم واحدة؟ ستة يلا اتمنى لكم التوفيق جميع نقول لكم مرسي بكوه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة